استثمار وأستدل هذا المجال على سبيل المثال إغلاق أبواب مؤسسات القرض الفلاحية ووكال التنمية الفلاحية في وجه المستثمرين والمواطنين بل حتى في وجه ممتلي الأمة السيد الوزير محترم راهد المدراء راسناهم مرارا وتكرارا شوف في الله يجازك بخير راسناهم المرة اللولى وما تيجاوبوناش راسناهم المرة التانية وما كي يجاوبوناش راسناهم المرة التالتة والرابعة ونحن نتكلمون اليوم على استثمار هذو الناس مسؤولين لا يستجبون اجتمع ممتلي الأمة وما يقولون كل المستثمير اللي سيأتي من بره بش استثمار هذا غير معقول رخص مدير يحل باب دياله إذا طلب منه ممتلي الأمة مواطن عادي يستقبله ويحل المشاكل هذا مشاكل تعيش المواطن الصغير ما بالو كممتلي الأمة نحن درسناهم ربعات المرات ماشي برلماني واحد نحن والآخ رأسناهم ما استجبوش لنا هذه مددية لستة أشهر نحن نستطيع وهذا أمور تتعلق بالاستثمار سيد الوزير ماشي بأمور شخصية تتعلق بالاستثمارات مستميرين أجانب عندهم مشاكل بالنفحلولهم وللأسف ما زلنا ننتظر غير معقول ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر